استضافت مدينة الغردقى مهرجان البطيخ في دورته الخامسة تحت شعار سالة حب للعالم بمشاركة 120 شيفان يمثلون فنادق البحر الأحمر بهدف التنشيط والترويج للسياحة لشواط المحافظة وأقيمت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية تتخللها مصابقة لإبداعات الشيفات في استخدام البطيخ في الأكلات الرئيسية والمقبلات وتزيين الموائد تحت شعار رسالة حب للعالم استضافت مدينة الغردقى مهرجان البطيخ في دورته الخامسة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى شارك في المهرجان 120 شيف يمثلون فنادق البحر الأحمر بهدف تنشيط والترويج السياحي لشواطئ مدينة الغردقى اخترنا البطيخ لأن البطيخ الفكهة الرضبة في الحر اللي احنا فيه دلوقت وكبير وصغير وكل الجنسيات بتحب البطيخ فاحنا ده الدورة الخامسة للبطيخ بعد نجاحه في الدورات اللي قبل كده والحمد لله ان احنا قدرنا نحط مهرجان البطيخ على أجندة المهرجانات العالمية النهاردة دخل بحاجتين انه انا هنحط على البطيخ والحاجة التانية ان انا هعمل طبق حلواني طبعا مش اول مرة اشارك في المسابقة دي دي السنة التانية على التوالي شاركت في المهرجان اللي قبل كده اللي هو الموسم الرابع والنهاردة بقى الموسم الخامس والسنة التانية على التوالي اللي بشارك فيها وقيمت فعاليات المهرجان في اجواء احتفالية تخلالها مسابقة لابداعات الشفات في استخدام البطيخ في الاكلات الرئيسية والمقبلات والنحط على البطيخ من اشكال جمالية تبهر السياحة مهرجان البطيخ الذي يقام للمرة الخامسة ترأسه لجنة تحكيم من امهر شيفات معتمدين في التحكيم الدولية وحضره عدد كبير من السياح الاجانب من مختلف الجنسيات الاجنبية في صورة مشرفة للسياحة في مصر ورسالة حب للعالم من شواطئ الغردقة